وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي ومسؤوليه حارسين على الالتزام بالمسار القانوني والاحترام ولا شيء غير ذلك حتى لما بيساء للنادي الأهلي أو لرئيس النادي الأهلي أو لأي قيمة من قيم النادي الأهلي بيكون الرد والتعامل من خلالها من خلال الأطر والقنوات الشرعية والمسؤولة وبمنتهى الانضباط والالتزام ناس كتيرة بتسألنا على تطورات البلاغات والقضايا اللي كان أقامها الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأيضا المحامي الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد ما طالهم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يمكن جديد هذه التطورات القضائية كانت نظر محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل هذه الدعاوة وتم تأجيل البعض منها لجلسة يوم 17 إبريل إن شاء الله وأيضا هناك أحكام أخرى أو بلاغات أخرى أو أضايا أخرى تم تأجيلها لـ 26 مارس بالإضافة إلى ما تم أيضا حجزه للحكم في المحكمة الاقتصادية في تاريخ 6-4 لا تعليق لنا على ما هو معروض على القضاء وطالما أنها محجوزة للحكم يبقى من الأصوب هو خبر قرأناه عشان الناس يفهم المصار مش أكتر هذا تمام